اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي برنامج سياستير افكار رسوم صور مواقف كلها بزاوية بخط بلون رسام الكاريكاتير اللي عايز يقول لنا اكيد رسالة الصورة اللي هي اكتر من الف كلمة لكن المهم الانتباه لكل رسم وكل خط عشان اذا كان في شيء جميل وفي صفة ايجابية متميزة بنشجعها وبيحاول الرسام الكاريكاتير يأكد عليها باكتر من تناول اذا كان فيه سلبية معينة يجب ان احنا نقف عندها ونعالجها عشان نقدر نتخطى ونتغلب على عيوبنا بحلول جزرية نهائية بلا عودة برحب بضفتنا بحلقة النهاردة لستاذة مروة ابراهيم من بوابة روزة اليوسف اهلا بك يا مروة اهلا بحالة هنبتدي مع بعض مع اول صورة ومع اكبر مشكلة عند مصر الحقيقة مشكلة تاريخية اللي هي الزيادة السكانية الحقيقة كان سطوب والرائل يفطى مرفوعة 58 مليون الاستاذ حسن مصري كان راسمها من ايام ما كنا 58 مليون وكانت كارسة وكانت كارسة واحد بزعق سطوب وما زلنا مستمرين معرفناش نعمل سطوب عشان شعار وقملة وقملة اللي عايز حمل بلد اه يعني حاجة صعبة جدا يعني من ايام 58 مليون واحنا ما زلنا بقينا 90 وهندخل على المية ويعني المشكلة ان احنا لازم نتغير واني بعدنا وعي لازم الوعي يتغير مش يعني احنا عندنا ماير اه انا لازم عندنا وعي بالمرحلة ما حدش تقول لحد ما تخلفس او ما تنجبس لكن لا انجب بس بحدود يعني ملاقيش هواحد يقعدي عايز يدور على الولد فيبتدي خلف بنت في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة لغاية ما يجي من الولد لا لازم يبقى عارف هيعلمه مين وهيأكله ايه وحيعلمه صحب اسزاي ويعايز في اي بيئة ويعايز في اي بيئة هو عارف انه هو مش مهم المهم انه هو اجيب عدد اتنات برضو تقولك الولاد عزوة عزوة اه فيجيبه اولاد كتير طبعا الاولاد عزوة دي كانت بتقريبه شعب مصر كان عشرين مليون كان اه 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 ايه انا كنا شوات غررين عزو عايزين يبقى فيه حاجة يعني دلوقتي اه 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 صعب كتير ما هو العالم كله بتغير والعالم دلوقتي فعلا ده اقتصاد عالمي وحالة عالمية لازم الناس لازم الناس تفهم لان الدولة بتتأثر كل تنمية بتدخل للدولة مفيش 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 حبان اه مفيش حبان اه وانت ببساطة شديدة كل اللي عندك ده بتوزعيه على عشرة مليون او لو بتوزعي على مية ودخليه ان شاء الله على عشرة ربنا اصر يعني هنروح لصورة تانية وانت ايه استاذ مروه هي صاحبة الصورة بتوضح لنا النتائج بقى الزيادة السكانية اه انا هنا عاملة بيبي صغير اه 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 بيرضع هنا بيشهد شفط مكنسه اه اه يشهد خلاص التنمية كلها اه انا مش بيتهن حد انه هو مثلا ما يمجيبش في عالم لا انجبه كل حاجه بس كل طفل بيطلع بياخد حاجه بيشهد حاجه جديدة الاول بياخد من اهله هو واحنا عايزين كل اب وام جيب ورقة وقلم ويحسب الطفل ده من يوم ما يطيرت لحد يمسينه 25 سنة عشان يصرف على نفسه يشترك هيكلفك ايه وكام وفين وازاك والتعليم والحال كل ده الدولة احنا شخصيا يعني لما حد تاني يخلف 5 ستة انا اتأثر انا اتأثر انا مش داخلي مش حاسة بالتنمية فلازم كلنا نتكاتف مع بعض عشان نحل الازمة دي ما بالضبط عشان تبطل بقى شكوانة وعشان نوصل لمرحلة ان احنا نقدر نستمتع باللي بننجزه او بنشوفه هستأذن حضراتك وستأذن سلام مشاهدين هنأخذك فاصل قصير ونرجع نكمل محاوات تخليكم معنا جانا لحضراتكو هنكمل مع المواقف المجتمعية وشيء رائع ان رسامينا بيسلطوا الضوء على كل السلبيات لازم نتفاعل بيها ولازم نفهمها ونفكر فيها مرة اثنين وثلاثة عشان نحف نتعامل معها هنرجع مع اول صورة مروحة مع السادس فارق حسن وبصور لنا زوجة مستقربة جدا من جزء الحقيقة انه جايب لها افصيل اه 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 واحد يحط فيه العصفير واحد يحط فيه المرتب اه اه ماترب بيطير ما بيعودش فنمسك بقى المرتب نحطه بقافز والله العصفير هي اللي طارت له المرتب الحقيقة ليتوا مقاب عصفير يعني اه 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 فطبعا ده يعني برضو بيكلم عن الاسعار والغلب وكده واضح انها الشبطة في العصفير فهو قال لها بقى اجيب لك بقى اه اجيب قفز تاني عشان هارجي اللي بيطير المرتب اه 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 فكرة الحقيقة يوأت مزهولة اه 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 فكرة الحقيقة رائعة عشان يقدر يمسك اللي اتنين ما هيتغروش واخلصوا منه هنروح برضو لصورة تانية وهو الاستاذ مروهة ابراهيم وكاركاتير برضو بتصور لنا فيه وليه امر هسيب لك موضوع هنا أنا عملتها عملت كاركتير ده أول السنة الدراسية فطبعا مين بقال بيتبري أوليها الأمور طبعا هو عمال يتبري ويصرخ طبعا وطلع منه 10 جنيه بس بقى الناس قالتلي ليه حطتش 10 جنيه كنت تحطي 100 جنيه يعني منضل عبل 100 جنيه بيتبري وليه الأمر طبعا هنا الأب والأم طبعا هو ليه ابن أول السنة الدراسية مش شاف بالأب والأم لأن هم الفلوس هم الفلوس البراية طبعا أنا يعني على أساس إن هي بداية السنة الدراسية وكده وأعمال بقى يتبري الأب وكده فأنا طالب برضو من الأطفال إن هي تحس برضو بأباهاتها ومعاته تحس إن هي بتتعب عشان تجلب لهم طلباتهم تستوعب طب اكتبوا على أنوان إلى الأطفال إلى الصغار لازم على فكرة هي إلى الصغار وإلى الكبار لك الكبار هم خلاص بواعفين الحمد لله لكن هم اللي في البراية هم اللي في الخلاق الصغيرين احنا بنا تمامهم ما بفهموش دو بلعبوا بالبلايستيشن وبلعبوا بالايبادات وبلعبوا بالموبايلات لو طفل عايز حاجة او حتى مش طفل يعني بيكون مثلا في المرحلة الاعدادية وكده لأ خلاص هاتلي اللي أنا عايزه لأ حس بأهلك شوية لازم يفهم مستوعي بقى المسؤولية يعني ينشأ عليها او يعرفها من بادري يعني هنروح لصورة تانية وامتحانات وده عنوان الكاركاتير تلو سيد محمد عبداللطيف فصال لنا فيه ابن بيقول الامه عاوزك تعملي زي بابا بيعرب عن قلقه بيعرب عن قلقه لكن ما بيقلقش يعني بيعبر عن قلقه بس ده اسقاط بقى على المنظمات الدولية اللي عما تعرب عن القلق وتبدي وتزجب ان ما بتقلقش حقيق تشفض فعل ما فيش اي حاجة هي بتعرب عن القلق بس فهو باباك هده كذلك فهو بيطلب من ممتو كمان لهو يعني ايه فوتيه عشان هي بتسكتس بقى اه لأ خلاص بقى اعملي زي بابا ياريت والله فعلا الامات كلها بس زحمة الدنيا وزحمة المسئولية وتعب الحياة كله في الشغل والمتطلبات ياريت يرجعوا زمان كانوا بمماشيين ورانا في البيت 24 ساعة تشوفها بحرك ايدي ازاي بس دلوقتي الوضع بقى صعب بقى كله يعني بيجري على رزقه على كده عشان يجبوا لهم طلباتهم ربنا يا عين الجميع وهنروح لصورة تانية من جريدة الاهرام كاركاتيرو الساز فرق حسن وبيصولنا فيه طالب بتفرج على ماتش كورة هنا بقى اللي احنا بنقول عليه هو هنا مالوش دعوة قاعد بتفرج عن ماتش هم اللي قاعدين بيذكره هي بتذكره له انجليزي عشان تعلمه بعد كده بتذكره والامه ووالده برضو بيتذكره علوم لما تيستمدرس هو قاعد بقى مستني مالوش دعوة مش موضوع هو مش موضوع مش حاسس هو ده اللي احنا بنقول عليه على فكرة يعني احيان كتير جدا نتائج مؤسفة بتطلع في الاطفال وتطلع في الشباب نتيجة سوء التربية في المنازل نتيجة سوء التصرف سوء توجيه التربية قبل التعليم ويفهموا بيه ان هو نعمل الدلع ونعمل اللي لابد بترفيه التربية قبل التعليم التربية هي الاخلاق هي اللي هتعمل يعني لو ما تعلمش مفه مهم المهم ان هو يبقى عنده اخلاق اما علمه ان هو يبقى مسؤول عن نحضر مذاكرته ويجاهز لنفسه انا بحلمش من حاجة ولا بعزبه الخيار لو ابو امه ممكن يبقى موجودين ان هم مثلا يساعدوه في حاجة انا بشتغل في بيت ده بشتغل بره ده بعمل يعني ياريت الثقافات دي تاني ترجع لنا كانت موجودة الحقيق لسه مع الاستاذ فارج حسن الكاريكاتير الحقيق اه زي ما عكوس بقى مسألة بالحكاية اه 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 الاستاذ فارج هنا قطوته برضو بسيطة اوي بيعتمد عد قطوته بسيطة بسيطة مش الوان خالص اللي هتعالي اماما بسرعة البرامج التعليمية بتاعتك هتبدأ البرامج التعليمية بتاعتها منعذها مصرع عطل المهتر فيه مع الأمهات بتصرع الحياة في البيوتة اه بتصرع اه 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 بس الاكتر يعني هي فالنهاية بتشتغل يعني كتير ما اتشعي ذو التسعين في المهتر وبتشوف طلبات البيت وبتشوف طلبات الاطفال وتشوف طلبات الزوج وبترأي بالعقليات اللي بتربيها دي كالله وافكار اللي بتورج عليها وبتطلع لها كل شيء من الفيسبوك ومن المدارس ومن هنا ومن هنا هروح لصورة تانية 40 مليار جنيه تكلفة كرسة دخان المصريين على المقاهي الست الحقيقة يلبست له المريالة حسبك مصد سعر القهوة وانا كذبين اه فعلا والله هوم برضو دي مشكلة ان كلهم ينزلوا يقولك الاسعار غالية احنا مش لقيين وينزل يقعد على القهوة يصرف كتير جدا ده واحد نمرتين يمسك الموبايل في شوية كلام خارج وويتسات ومسجات ويتكلم مع اصحابه انت فين وقعد فين وقعد فين وقعد فين دي وقف في الحاجات دي الدنيا هتمشي معاك يعني مش كله نقوله الاسعار والغالة وكده مرضو يا مرة ثقافة ثقافة انا بتدخل ليه انا انا صوتي مع النائب اللي قال ان احنا لازم نقفل المقاهي على الساعة 12 ساعة 12 بالليل تكون المقاهي كلها مقفوه والله ده 12 ده واخري الدول اللي احنا عملي نشاور عليها طول عمرنا عايشين نقول شوفوا اليابان شوفوا الصين شوفوا انجلترا فرنسا الناس دي الساعة سبعة المحلات والمقاهي لان كمان عندهم شغل تاني يوم سرعة تاني يوم الصبح خليك نحن عشان خضرت ببتدي تشتغل هنروح لصورة تانية مش عايزين دايما كتير نوع دي تعرض بس للمشكلات مجرد ان احنا بننظر وكلام لكن للأسف الحلول احنا مننا كالشعب كمواطنين مفيش هنروح لصورة تانية والراحل العظيم مصطفى حسين وكاريكاتير بيصور واحد صيدالي بيقول للمريد مكتوب لك على فوار من كدر اكل اللحمة لا وانت استهدئ يو دكتور من كدر اكل الفول فطبعا اليوريك اسد اللي هو النقرف بيجي من كدر اكل اللحمة هو بيقول لأ انا بيجي رجالي من كدر اكل الفول انا بيجي من كدر اكل الفول يا رجل البروتين جابه كده نتيجة واحدة بس وهو فرق مسهميات من اللحمة طبعا برضو نفس المواضيع بنتكلم عليها على مدار السنين لا ما هو حتى احنا كنا بنقول في حلقة الاسبوع اللي فاته ما كنا بتتكلم عن مش معناش لكن ده حرب للتجار حرب للجشع انا معترض على كمية الاسعار مش هيكملنا لو كانتو ولا ما كانتوش هيعيش بي لا لا مش مشكلة مش مشكلة انا بتافل بأي طريقة تانية بس ما نخليش التجاري يكسبوا الحرب اه لا والدول التانية بتعالج عند التجاري الحكاية دي اوتوماتيك بسرعة بيرموا ضعيتهم وطبوز وتفصل عنهم بس ما يطوعهم بتمنى ان الناس كلها تقف وما تشتريش ده وعي محتاجينه مهم جدا حياة لو وصلنا له حنعالج حاجات كتير جدا وحنفاجأ ان مسألة اي ارتفاع في اسعار اقتصادية عالمية مش هتأثر بالتأسير اللي بيحصل بالسلقة في الاسعار في السلعة ده او بالدرجة دي استاذ جمعة فرحاته كاريكاتير بيصور لنا واحد بيقول لصاحبه بيقول له زمان كنت بحط الجرنال على صدري بخف فيها صورة قديمة اوي ولا بيضو سويت فيها اه هي كانت حاجة اه هي كانت حاجة قديمة للفنان جمعة ومع فرحات كان بيقول يعني هو كان كمان بيقول كده بيقول زمان انا كنت بحطه الجرنال وهي صورة قديمة اصلا وهي صورة قديمة اه رسمها من زمان كنت بحطه اخف من قحة دلوقتي بقيت بقحة اكتر دلوقتي بكتئة بكتر دلوقتي اه من أصبر بأه ومسايدة الجرنال لأه ومتجارات ومات وكاتل معبر اوي حتى يعني على مدار الايام اه طبعا كفاية ملاحظة ان زمان كان بيقول هو زمان زمان احنا هلقون ايه النهاردة هنطلع فاصل اصلا زمانك مشاهدينك كرام خليكم معنا وحنا هرجعلكم تاني بعد الفاصل رجعنا على حضراتكو وحنكمل ونشوف رسمان الكاريكاتير شايفين ايه اللي هو احنا عايشين وهم بس بيوصفوه بخطوط معنا مروه والاستاذ شريف عليش الحقيقة جاب لنا جزار جاب بقى الراجل ايه التعبير اللي هو شافه من هو جتنظر يكمل الكاريكاتير بتاع الاستاذ مصطفى حسين بتاع الفول والبروتين هو ده البروتين فهو بقى ده الجزارة بقى بدل ما يحط لحمة حط قدر كتاب لهم طاني وبتل له كندوز وكده حطت على بتاع اللي بيقطاع عليها اللي هيغرب بيها بدل السكينة ايه اصلا طبعا راجل واقف مدابه ريوتين برضو ده مستقبل مغسوس يعني جاب له الحقيقة بس عايز اعايش اعبر اول استاذ شريف يعني اللي هو بيحلم بيه اراه للصورة تانية وهي الاستاذة مروه معنا وكاريكاتير عن حادث اوتوبيس المينيا الحقيقة المؤسف وتكرار هذه الحوادث وعنكبوت الاهمال اللي بيحاول حادث المينيا طبعا اصر فينا كلنا اه كان بيستهدف الاقباط طبعا ده حاجة غير مقبولة فانا قلت ان هو ده الاهمال وفي نفس الوقت الارهاب اه السواد اه اه عنكبوت لف على الاوتوبيس طبعا هو مش الاوتوبيس بس بس انا قلت يعني انه يعني يحدث مأساوي حتى عامنا الخلفية الارهاب عنكبوت فارغا عامنا خلفية اه اه موقف دموي جدا فعملت الخلفية بلونه الاحمر اه وهو عنكبوت هو انا مش قدر اسمي الارهاب غير انه عنكبوت اه بيحاوتنا نتمنى بقى ان احنا نقطع خيوته ونتخلص منه خالصا هنروح لصورة اه تانية والحياة السورة الشكري وكاريكاتير بيصولنا فيه المريض وعمال بيقول الاسعار الاسعار يا دكتور والدكتور بقى بيقول القريبه مش هيعيش اكتر من يومين حياة اه الفيروس الاسعار انتشر في جسم القرن اه مش هيعيش طبعا اه هو اساسا تعبان من الاسعار بس احنا قلنا برضو ان مش الاسعار بس هي المشكلة احنا كمان بنسبف مشاكل اه بنسبف مشاكل ان احنا بنصرف فلوس في اماكن يعني اولى انها تصرف في احدى تانية زي مقاهي زي مواقع اواصل الحاجات الاساسيات اللي بتحتاجها البيوت وبيحتاجوها الناس دي اشياء احنا في مثل يقول اللي اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامعة ده مثلا المفروض يعمل مش هروح اصرف على قهوة واسيب بيتي محتاجة بصرف على اتصالاته موبايلات بصرف على اه برضو من نرميش على الام الاسعار جالية بس من نرميش على الاسعار بس هي حاجات لازم يعني نعم الترشيد في الاستهلاك والطريقة او احنا كلنا بنعلم كلنا بنقول نفسنا الكلام ده مش مقول بس السادة مش هدين لا احنا كلنا بنحاول خلاص اللي هنبقينا عندنا كده ايه اه نظم تانية اتغيارك بدا النور الشقة كله مكان مولع لا بدا المكان اللي احنا عادي فيه وهكذا مع الوقت ان شاء الله احنا نحاول نتعلم شعب لا فعلا بيستجيب يعني مع الوقت هنروح لصورة تانية اه معنا وهي برضو السادة مروة وكاريكاتير بتصولنا فيه النصر المصري وهو قابر على فيروس سي ماسك في الكبد المصري طبعا النصر ماسكه فقالك افاشتك يا مجرم هو بنحاول نقضي عليه على فيروس سي اه بنتمنى طبعا حاجات الخطر جدا واحنا بنحاول نقضي عليه وهو ماسك فيه الحقيقة حملت مئة مليون صحة دي حملة منظمات العالمية كلها قالت وده بالمثبت مفيش دولة في العالم نعملت كده بقورة من نوعها لان احنا مش عايزة بس اواجه فيروسيا عايزة خلي الناس تبقى عندها وعي انها لو تعبانة تروحت تروحتش تبقى تبقى تعبانة انها مثلا اتروحش او تعمل لا لا والامراض غير سرية مسألة السمنة والضغط والسكر اه طبعا الضغط والسكر دول امراض قاطلة ومحدش يعني محدش مهدام بيها تماما احنا بنرسك في الاخبار احصائيات غير عادية بتكتشف في امراض السكر والقلب والضغط والسنة والحاجات دي الناس ما كانوش يعرفوها يعني اه خالص مفيش وعي خالص لو بنأكد برضو ان الحملة دي مجانية وان العلاج مجاني وحتى اللي اعلنت وزارة الصحة على الاسبوع اللي فات على بداية ستة مليون طالب في المراحل التعليم الاساسي برضو الشكلة فالقل اولاد الامر اولام الملية يبقى لازم يقبروا اولادهم على ان هما يخضعوا للفحوص الطبيعي هنروح وكل شيء مهم جدا انيكن تغضب لكم منه كإعلام بشكل اخر او لون وسيلة من وسائل الاعلام استاذ صلاح عبدالمجيد وكاركاتير بيصور لنا في كرة الارضية والانفجارات فيها في كل مكان هنا اه هنا الارهاب وهنا نايمة بس انا معترض على انها نايمة إن مش كل كرة أرضية نايمة في ناس معينة هي لنايمة ومش حاسة بس أنا شايفة إن الإرهاب طال كل الدول طال العالم كله ما هو أصل يصانع للإرهاب وده حينقلب عليه آجلا أو عاجلا رجع له يهو الحقيقة ضر بيه دول كتير وضر مصالح ضر مصالح هو وضر مصالح هو مش قادر يخش بلاد كتير عشان يعيد تجارته تاني ويعيد انتشاره وجوده وباء ربنا خلصنا منه وحنروح للأستاذ حاسن وكاريكاتير تاني بنفس المعنى الحقيقة والشكل بس اختلفت الفكرة اختلفت الفكرة شوية إنه هو حطه فوقيه السحابة بسودة بسودة اللي هي ده الإرهاب طبعا دي سحابة بتبطر عنها عبر عنها عبر عنها طريقة حلوة السحابة يعني ممكن تعدي تنقشع ممكن تعدي فنتمنى إنه هي تعدي وهنا طبعا مش عامل مش عامل الكرة الأرضية نايمة هي عاملها إن هي بصة للسحابة ووغضبالها منها عشان المطر نزل عليها اللي دقعت تمن وهي اللي بتحصد نتيجة الإرهاب الأسود ده الحقيقة هو زي ما انتي قلت فعلا هو مش بس طال صانع المستهدف لا صانع الإرهاب كمان مع مصالحه الضرر هروح لصورة تانية وكاريكاتير الأهرام لأستاذ تامر يوسف وبيصال لنا في مصر وهي شايلة ميزان العدالة في إيدها والتعليق القصص القصص هنا برضو نشايفان هي لوحة نستمر معرفة عنها بطريقة يعني لطيفة جدا مصر طبعا البهية بلبسها الأخضر المشهورة ومسكة مزان العدالة ونقول إنه إحنا القصص ليعني هو عامل كل محامل وراء المسلمين والأقباط فإحنا كلنا واحد وهو الحقيقة بايد برضو موضح في الصورة موضح في الصورة برضو الأهرامات وكده تعبيرا برضو عن مصر وكده وحتفت يعني شامل مصر كلها من خلفيني خلفيت صورة المساجد والكنائس شايفان هي يعني مش كاريكاتير قدم هي صورة تعبيرية لا هي وصورة أنا من شعيفة يعني شعار قانوني ده مسألة محاولة المساس بوطن بشعب بوحدة شعب وزرع فتنة فيه دي دي لابد إنها تواجه بأقصى أشكال العقوبة يعني حتى لو مقرد بالتنويه مش بس حتى نستنى الفعل يعني والعبالة موجودة والقضاء المصري موجودة ولسه مع رساز تامر يوسف وكاريكاتير تاني بيصور لنا وسود الجيش المصري وجندي مصري رافع عيده بعلامة النصر وخريطة مصري في إشارة واضحة فعلا دي هنا خريطة مصري بما إنه حتى هو حتى ما رسمش النيل بس مش مش كلا بينا قوي إن هي خريطة مصري وعلامة النصر عاملها مكمل بيها سينة يعني أنا شايفة إن هي سينة ودي لوحة برضو أنا شايفة زي الحجريات الأستاذ تامر تملي يرسم لو حتى تعبيريه أكتر من كاريكاتير بسورة متحقة أو بالحليق فطبعا هي معبرة قوي وحلوة قوي حركة الإيد إن هي بموحة بحر الأحمر منطقة البحر الأرم مكمل بلا سينة خليجي السويس وخليجي العقبة وعلامة النصر بالضبط أن بنقولك هي زي جدارية حاجة جدارية جدارية كده مدياني لحاجة أكتر منها كاريكاتيرية خطوط بسيطة وغضة اللون الأبيض والأسود فبينة أوين هي جدارية فعلا حركة الصورة التانية معنا ومن جريدة اليوم السابع أستاذ أحمد قعود وبيصور لنا فيها مواقع التواصل الاجتماعي تاني والحقيقة واللي بتزرع هن من شائعات مش حايزة أختار الألفاظ حضراتكو أستاذ مشاهدين شايفينها شايفينها ألفاظ بزاقات وكذب وتشكيط وفضح وأساليب يعني بس إيه الأصفر ده إيه الأصفر الأصفر ده طالع من تجاه من فوق مصورة صرف يعني صرف كلها بتنزل على الناس الفتن والشائعات ومظلة الوعي تشغيل المخ الوعي يبقى هو اللي هيحمي بدل ما ينزل هتغرقك لأن اللي حايتو فيه فيه ناس أنا بستغرب يعني ناس متعلمة وناس خارج الجامعات ودراسات غالية وبتصدق الكلام ده وبتجريه وبتقعد تنشره يعني هم مش عادي خبر جايلي من إنه هاخده يشايره أي حد دلوقتي في العصر اللي إحنا فيه ممكن أنا أقول كلمة كدبة الوقتي هنزلها في موقع تواصل اجتماعي كل الناس هتشايرها وهتقول إنها حقيقة فين بقى الفين الصدق المفروض للناس تعرف يعني تاخد أخبارها من الأمكان الموثوق فيها ويشغل مخه يعني هل ده يعقل فيه ناس بتقول كلام غريب خبرتك فيه ناس بتقول كلام غريب وعلى الأسف الناس مش عارف أنا برضو مستقرب فيه ناس كتيرة مش يبعدش من كتر الضرر اللي جالها من تحت راس مواقع تواصل اجتماعي هي مواقع تواصل اجتماعي طلعت أسوأ ما فينا ما فينا تعبير جامع مانع ونروح به الحقيقة آخر صورة معانا وهي برضو الأستاذة مروى لحضراتك بتصور لنا فيها أستيكة الشائعات هنا أستيكة وبتمسح المو هو ده اللي هي بتعمله رائعة يعني برضو أنا ما بحبش أتكلم كتير ما بحبش أتكلم كتير حاطيت بس على أستيكة إن هي عمالة تمسح الموخ الشائعات عمالة تمسحها واحد يجي يقولك بيقولك ده آمي شفت اللي حصل مين اللي بيقولك أنا عايز أرى مين يقول حصل منين وعرفت منين والخبيري فلان يعني من اللي خلاه خبير خلاه خبير آه مسح مخ فاني آه طبعا هم على فكرة قالوها والناس صرحة يعني اللي تأمروا علينا في الدول كبرى ودول عظمى قالوا مش هنطلق ولا رصاصة على الناس دي إحنا هخليهم هم يكسروا نفسهم بنفسهم هدي ده تكسير للمخ تكسير للعزيمة للطاقة للنفسية والمعانيات آه طبعا إحنا مش هنقولنا مواقع تواصل حاجة وحشة لا مواقع تواصل حاجة كويسة بس احنا اللي بنستخدمه استخدمه غلط احنا يعني بنستخدمه بطريقة صعبة جدا حاجة رائعة هم كسبوا منه مليارات الفيسبوك دوا وإحنا اللي بندفع تمل المليارات دي عشان نتدمر يعني هم عندهم مكسبين تمل الوسيلة اللي عملوها وابندفع احنا التمل التالي خلصوه شاب قاعد طوله النهار مضيع وقته مضيع فلوسه مضيع كل حاجة قاعد حتى ما بيكلمش مع عائلته اللي هو قاعد غلا ويصدق بس اللي بيتقال ربنا يعني خلصنا من كل هذا ونفوق وننتبه وناخد بالنا من المحيط المحيط بينا والعالم بقى فين وبيعمل ايه واللي عايز يعني بنا وانا ما قلتش يعني محدش استخدم التواصل الاجتماعي انا شخصيا بستخدم مواقع التواصل بس يعني بطريقة يعني بطريقة اللي بتفيدني بنتفرج ونشوف بقى صفحة مسرح سيدة مارو ابراهيم من بواب تروزة الوليس بشكو حاليف شكر جزير شرفتين شكرا لك 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 شكرا لك